السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله موضوع حلقة اليوم بحول الله عز وجل سوف يكون عن المهن المطلوبة في سوق العمل في كيبك خصوصا وكندا عموما يتسائل الكثيرون عن مدى توفر العمل في مجال تخصصهم أو مجال تكوينهم وحالة سوق العمل بالنسبة لمجالات دراستهم وحتى مجالات تخصصهم إن كانت لديهم حضوض في الحصول على وظيفة وسوق العمل الغني والمهن المتوفرة في مجال تخصصهم أو لا هل سوق العمل جيد أم لا بالنسبة لتخصصهم سوق العمل في الكيبك مفتوح تقريبا لكل الفئات والتخصصات لكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من التخصصات مطلوبة وبشدة في مقاطعة الكيبك خصوصا وعلى رأسها التخصصات التالية هناك ثلاث تخصصات حاليا تتربع على عرش التخصصات والمهن المطلوبة في مقاطعة الكيبك التخصص الأول هو الإعلام الآلي التخصص الثاني هو تكنولوجيا الحيوية والتخصص الثالث هو الهندسة الفضائية هذه التخصصات لها قيمة كبيرة جدا في سوق العمل في الكيبك وتعد من المهن المطلوبة وبشدة في الكيبك لكن إطمئنه إخواني إخواتي إن لم تكن هذه مجالات تخصصكم المذكورة التي كنتم بذكرها الآن هذا لا يعني أنه لن يتم قبولكم في ملف الهجرة بسهولة أو لا يمكنكم الحصول على وظيفة تتماشى وتخصصكم أو تتماشى وتكوينكم الذي قمتم به في الجامعة أو غير ذلك لن يجب الانتباه لهذه الخطوة فسوق العمل في كيبك مفتوح وفيه بتغير دائم يعني في حركة دائمة يعني هناك مثلا تخصصات هذه السنة تعد من تخصصات المطلوبة في السنة المقبلة يعني تعد غير مطلوبة وتعوضها تخصصات أخرى على سبيل المثال يعني تخصص التمريد مطلوب جدا في مقاطعة الكيبك يعني منذ عقود وفي السنوات الماضية أصبح غير مطلوب لكنه عادة من جديد وأصبح مطلوب وبشدة يعني بالنسبة للأشخاص الذين يعني أو ما يسمى ب أو المهن المفضلة يعني أو التي لديها يعني وزن في سوق العمل في الكيبك أشخاص وأصحاب هذه المهن يستفيدون يعني من عدة مزايا أولها يعني حتى يعني مدة دراسة ملفاتهم تكون أقل من مدة دراسة ملفات يعني الوظائف والتكونات الأخرى أو ما يستفيدون من ما يسمى ب يعني تسريع في عملية دراسة ملفات الهجرة الخاصة بهن وكذلك يعني يتحصلون على المهنة بسهولة عند الوصول إلى كندا هناك صحيح أن يعني بعض التخصصات تطلب معادلة الشهادة وإعادة التكوين يعني وأخذ مقييس أو مواد في مجالات مهينة لكن على العموم تبقى يعني تساعد لكم دخول سوق العمل في هذه المجالات هذا من جهة من جهة أخرى بالنسبة لهذه الوظائف حتى يعني في ملف الهجرة يتحصلون على هذه التكوينة أصحاب هذه التكوينة يتحصلون على نقاط إضافية في نظام التنقيب أو البونتاج يعني يتحصلون على النقاط تروع من 2 إلى 12 نقطة حسب لائحة مجالات الإختصاص أو التكوين التي تم تعديلها في آخر مرة بتاريخ 8 مارس 2017 إذن نأخذكم مباشرة إلى الموقع ونطلع على وبشكل رسمي على هذه المهن المطلوبة حاليا والتي يعني تفتح لأصحابها فرص العمل في سوق العمل في الكيبك نذكر فقط هذا لا يمنع بأن مثلا أصحاب تخصصات الأخرى بأنها ليس لديها مثلا فرص للعمل بل الجميع يتوفر على فرص للعمل والشغل في الكيبك وأنا لاحظت شخصيا سوق العمل في الكيبك متنوع جدا ويعني به العديد منها تخصصات أيضا هناك مهن مطلوبة جدا وبشدة يعني هي مهن الترصيص بلومبري مهن التلحيم المهن اليدوية خصوصا يعني مطلوبة وبشكل رهيب جدا يعني في سوق العمل في الكيبك الآن مباشرة نأخذكم إلى لائحة المهن المطلوبة رسميا في سوق العمل والتي تعد من المهن ذات القيمة في سوق العمل في الكيبك إذن هذا هو كما تلاحظون دائما الموقع الرسمي لوزارة الهجرة في الكيبك www.immigration-kebeck.gov.kc.ca هذا هو الموقع الرسمي كما تلاحظون هنا لدينا لدينا لسة دومان دفورماتي وديموديفكيشان التي تأتي على لسة دومان دفورماتي 8 مارس 2017 تم إجراء تعديلات على لائحة المهن مهن التكوين يوم 8 مارس 2017 يناسبة للهاتف على الأقل كتابة لتصبع لكيبكة اعتباراً من التاريخ تقديمكم للطلبات الجديدة نضغط على هذا الرابط لائحة مهن التكوين وهو بشكل PDF نقوم بتحميله نقوم بالضغط على Over or فتح كما تلاحظون هذه هي المهن المطلوبة حسب مهن المصرح بها من طرف وزارة الهجرة ونحن تطبيق قانون قارل الاختيار عن الرعاية الأجانب هذه هية أحتيات أجزاء نحن ندخل كل شبكة الاختيار ونحن ندخل لدينا 6A هذا بالنسبة للمهن المصنفة ألف تمنح له 12 نقطة والزوج والزوجات تمنح لها 4 نقاط على الجانب الأيصر لدينا مهن Parti Diplom Etranje على الجانب الأيصر المهن الأجنبية أو التكوينات أو الدبلومات الأجنبية وعلى الجانب الأيمن لدينا دبلومات الكيبك إذا بالنسبة للدبلومات الأجنبية كما تلاحظون جينيتيك جيني أينفورماتيك وي تخصص بهندسة الإعلام العالي سيونس الإنفورماتيك أيضا وهنا هندسة الإعلام العالي وصناعة الأجيزة الحواسية بالنسبة للدبلومات الكيبك مثلا المحاسبة الإدارة المدرسية الإنجليزية اللغة رسمية الهندسة المعمارية المحاسبة الرسم الصناعي إلى غير ذلك ما يهمنا هو الدبلومات الأجنبية إذن لدينا الوراديات علم الوراديات أو إجازة أو باكالوريوس بالنسبة لنا إذن هذه بالنسبة ثلاث مهم فقط 12 نقطة الآن هذا بالنسبة للمهن التي نأخذ عليها 12 نقطة لا ننتقل إلى المهن التي نأخذ عليها التسانيقات أو ما يسمى بسكسيون بي أو القطاع أو المجال با لدينا ببليوتيكونومية علم المكتبات والأرشفة وبيوفيزيك الفيزياء الحيوية وعلم المحاسبة كذلك الرسم الصناعي الهندسة الفضائية الهندسة العدائية الهندسة البيولوجية والطبية الحيوية الهندسة المدنية الهندسة الكهربائية قريباًّ من جميع الهندسات الهندسة الصناعية الهندسة الميكانيكية الهندسة النووية والهندسة الفيزيائية والجيولوجيا من الأرض والعلوم التسير والعمليات المالية العلم النفس المهم دمين هناك دمجم العديدة وDD لدينا بالنسبة للأداب لدينا ترجمة بالنسبة لي شخصيا انا استفدت من هذا الإجراء وتحصلت على 6 نقاط فقط نعم أصبحت الآن 9 نقاط هذا بالنسبة للترجمة علم الحيوان المهم هذه تخصصات تمنح لكم 12 نقاط نقاط الآن يمكنكم للتراث سوف اترك لكم رابط للموقع مثلا تكنيات الهندسة المعمارية تكنيات الهندسة البحرية الى غير ذلك دائما في القطابة هذه هي المجالات المطلوبة في سوق العمل الآن ننتقل الى القطاع سي او المجال سي هنا لدينا المحاسبة ادارة الاعمال لدينا الهندسة بعض التخصصات في الهندسة المعمارية كذلك لدينا مثلا الديمغرافيا علم الإجرام لدينا الصحافة كومينيكاسيون جورماليزم لدينا أيضا هنا باكالوريوس لانا في الاول 12 نقطة بالنسبة لعلم المكتبات لميتريز وليس باكالوريوس باكالوريوس ستة نقاط الطاقة الاقتصاد المهم الديداكتيك المهم مجموعة من التخصصات يمكنكم الاطلاع عليها ويعني البحث عن مجال تخصصكم وأي نقاط سوف يتم منحها لكم على مجال تخصصكم يعني جميع تقريبا سبعين أو ستين بالمئة من تخصصات موجودة بالنسبة لها الرياضيات اللسانيات لتيراتير كومباري الأدب مقارب الرياضيات الطبيقية هنا فقط انبهكم باك يقصدون بها باكالوريا وليس باكالوريا شهادة الباكالوريا بل يقصدون باكالوريا باكالوريا وليس باكالوريا عامة زي 3 أو 4 سلوات هذا هو قصدون متريز خاصة يعني درجة المتريز اذا هذا بالنسبة للكطاع المجال السي والذي منحها 6 نقاط هنا لاحظه يعني علم النفس والعلم النفس التربوي إلى غير ذلك هذا بالنسبة للمستوى الجامعي وهذا بالنسبة للمستوى التانوي التقني تابع أيضا للمجال السي أو القطاع السي هذه المهن دائما أنتم تلاحظون أو تبحثون فقط في الجانب الأيصر يعني الدبلوم أجنبي وليس في الجانب الأيمن بالنسبة للدبلوم الكيبيكي أو الكندي هنا يعني آخر نقطة يمكنكم تحصل عليها هي تنين نقاط بالنسبة للمتقدم الأساسي ونقطة للزوجة بالنسبة للإختصاصات الموجودة يعني بالنسبة لهذا القطاع القطاع أو المجال دي غير موجودة هنا بالنسبة للجامعة غير موجودة غير موجودة غير موجودة فقط بالنسبة للمستوى الكيبيكي النقاط التي يمكنكم التحصل عليها هي 12 نقطة 9 نقاط أو 6 نقاط وتعتبر هذه المهن المطلوبة بالنسبة لهذه المهن الأخيرة هي هذه المهن لا تتحصل عليها ولو لنقطة أي مهن غير مطلوبة يمكنكم البحث عن مجال تخصصكم وإن شاء الله سوف تجدون مجال تخصصكم من بين المهن المطلوبة والتي تفتح لكم سوق العمل في الكيبيك وكندا بشكل عام إذن هذا بالنسبة للمهن المطلوبة في مقاطعة كيبيك والتي يعني بها مزايا ومزايا عديدة أولها تسريع ملف الهجرة الخاص بكم ثانيا الحصول على النقاط تؤهلكم للحصول على شهادة الانتقاء الخاصة بالكيبيك أو بكل سهولة لماذا؟ لأنه سوف يتم تنقيتكم بالإضافة إلى تنقيتكم على مجال تخصصكم ويمكنكم أن تتحصلوا على 12 نقطة أو 9 نقاط أو 6 نقاط كذلك عند الوصول إلى كندا والكيبيك تجدون سوق العمل جيد جدا بالنسبة لمجال تخصصكم لكن هذا لا يعني أن بالنسبة للأشخاص الذين لم ترد مجالات تخصصهم ضمن هذه المجالات المطلوبة بأنهم سوف لن يتم قبولهم في ملف الهجرة وكذلك سوف لن يجدون الوظيفة والمهنة التي تتناسبه مجال تخصصهم لا لا فالعمل في الكيبيك متوفر ومتوفر بشدة متوفر بشكل كبير جدا وكذلك هذه المهن في تغير دائم لماذا؟ لأنهم كل سنة تقريبا يقومون بإحداد تعديل على هذه اللائحة الخاصة بالمهن المطلوبة في الكيبيك وكندا عموما المهم سوف أترك لكم رابط الموقع الخاص بالمهن المطلوبة في الكيبيك في أسفل الفيديو في الشرح وتقبلوا مني أصدقاء فاق تقدير والإحترام فقط لا تنسوا إن أردتم أن تشتركوا بالقناة بالضغط على سابوني أو سابسكرايب أو كذلك تتبعنا على صفحة الفيسبوك وطرح تساؤلاتكم بالضغط على كلمة فيسبوك هنا إذا فرصة أخرى إن شاء الله تقبلوا مني أفضل التحيات والإحترامات وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته